في تقرير المصير بين البقاء أو الهجرة حتماً سيكون الحل البديل بالسفر والرغبة في التخلي عن العراق أما المتاح حالياً فهو الفساد الذي يكسر الطموحات الوطنية والأحلام المشروعة أكثر من 450 مليار دولار من الأموال العامة خسرها العراق نتيجة الفساد المتفاقم توثق الوكالة الفرنسية فرانس بريس تقريرها عن رقم يفوق ضعفي إجمالي الناتج الداخلي في العراق ثاني أكبر منتج للنفط في العالم يحتل العراق المرتبة الحادية والعشرين بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفق منظمات الشفافية الدولية أسوأ من شريعة الغاب وموارد المنافذ تتوزع على أحزاب ومجموعات مسلحة مقربة من إيران هنا المكان الذي أمر فيه رئيس الحكومة القبض على أشباح المنافذ على ما يبدو أن الأشباح تزداد أوراق السحر والشعوذة التي يتقنها مسؤول تهريب ومصممون على أن يبقى العراق أسير الهلاك الاقتصادي والخسارات رسوم الجمارك العصب الرئيسي الثاني بعد النفط وتدمير الزراعة والصناعة له هدفه الذي يحقق النفوذ والسرقة حديث لا يقل أهمية عن تواطئ مسؤولين وأحزاب وعصابات ورجال أعمال في المنافذ بتصريحات أدل بها وزير المالي علي علاوي عن أن ما يصل الدولة لا يتعد 12% من موارد الجمارك إذن يستبيح سرق السياسة والمناصب أرض العراق بريع المنافذ للبقاء في مواقعهم أي أن العراق لن تحل أزمته إلا بالزوال وجوه يعملون ساسة في النهار ولصوصا في الليل ترجمة نانسي قنقر